بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت في يحكى أنا وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج هتظهر على الشاشة على طول وممكن تتواصلوا معنا في أي وقت وحابب أن أقول لحضراتكم أن حلقة الأسئلة إن شاء الله مش هتكون الحلقة الجاية رغم أن الحلقة الجاية هي الأسبوع الأخير من الشهر وده نظرا لأنه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هتعرفه حالا هيستغرق حلقتين هيستغرق يعني مننا وقت شوي علشان كده بنبه حضراتكم أن الحلقة الأولى إن شاء الله من الشهر الجديد والحلقة التانية هيكونوا مخصصين بالكامل لأسئلة حضراتكم علشان نعوض يعني أي تأخير حلقة النهاردة عن حالة بتمر على كل بيت في أطفال صغيرين وبدون أي مبلغة عنوان الموضوع ده بالنسبة لي يعني عنوان الموضوع اللي هنقوله دلوقتي بيعتبر تاني أكتر موضوع حضراتكم بتسألوني فيه بعد الموضوع اللي بيحتل المركز الأول طبعا بيجدارة وهو تغذية أطفال يبقى الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة وفي الحلقة الجاية هو التاني أكتر موضوع بيشغل حضراتكم حضراتكم بتوصفوه بطرق مختلفة وبتعبيرات مختلفة لكن الحقيقة أنه مع تعدد أشكال وصيغ الأسئلة إلى أن كلها بتصب فيه عنوان كبير وشامل وهو نوبات المزاج العصبية عند الأطفال أحيانا أنتوا تقولوا الأطفال بتسرخ بتعيط على طول مفيش حاجة بترضيها العند وهكذا نوبات المزاج العصبية وده اسمها الطبي مش بس بتكون مزعجة لحضراتكم كأم أو حضرتك كأب لكنها كمان بتكون مزعجة بنفس الدرجة وأحيانا أكتر بالنسبة للطفل لكن ولكن دي بقى أول درس عايزين نتعلمه النهاردة في الموضوع ده نوبات المزاج العصبية هي جزء طبيعي من حياة الأطفال من بعد السنة الأولى جزء طبيعي يعني طبيعي كل الأطفال بيمروا بالمرحلة دي ولما طفلك يسرخ ويدرب أو يعني يرفس كده برجله علشان عايز حاجة والحاجة دي ما حصلتش فده مش لازم يخليك تحس بالغضب أو الإحباط أو خيبة الأمل أو حتى الخوف على ضياع مجهودك مع طفلك والحقيقة أنا بوجه كلامي دلوقتي أكتر للأمهات يعني أكتر من الأباء لسببين الأول إن الأم أو الأنسة يعني بشكل عام بتكون دايما أكثر عاطفية من الأب يعني بياخدوا على خطرهم أسرع يعني عشان كده أنا بقول لكم ما تزعلوش يعني دي حاجة طبيعية والسبب الثاني إن الأمر الواقع بيوضح إنه مهما بلغت مشاركات الآباء ومجهودهم في تربية ورعاية أطفالهم في المراحل الأولى من عمر الطفل إلا إن كل المجهود المشكور ده لا يقارن فعلا لا من قريب ولا من بعيد بالمجهود الخرافي اللي بيبزلوا الأمهات مع أطفالهم عشان كده أنا وجهت الكلام أو بواجه كلام للأمهات وعشان كده أنا بقول لكل أم دلوقتي لما طفلك يمر بنوبة مزاج عصبية إحنا اتفقنا بقى خلاص إنه يعني هي اختصارا نوبات المزاج العصبية دي نحفظها نحفظ المسمة ده مش نوبات الغضب مش نوبات العند مش نوبات السريح نوبات المزاج العصبية وده الترمينولوجي أو ده المصطلح الطبي اللي بيستخدم في وصف هذه الحالة لما تحصل نوبات المزاج العصبية دي عند طفلك ما تعوديش تسألي نفسك في تقنيب طبعا يا ترى إيه الغلطة اللي أنا عملتها في تربية وتنشئة طفلي مثلا السؤال ده ملوش أساس من الصحة أو بمعنى أوضح الحالة اللي بيمر بيها طفلك دلوقتي ملهاش جزور ملهاش جزور يعني هي مش شخصيته كده يعني مش هيطلع طفل عصبي أو قليل الأدب أو مش متربي خالص لأن النوبات العصبية دي مش بتدل في العادة على اضطرابات فعالية عند الطفل ولا بتعكس ملامح من ضعف أو سوء شخصيته مثلا كل الأوهام والتصورات دي خطأ إنما الحقيقة بقى هي أولا إنك كأم غير مسؤولة عن هذا السلوك شفتوا بقى المفاجأة دي أنت غير مسؤولة ثانيا إن كل الأطفال في العالم تقريبا بيمروا بفترات من النوع ده وتحديدا بين عمر السنة التانية والسنة التالتة وإذا أحسننا التصرف كأمهات وكأباء طبعا في المواقف دي لما تحصل يعني فهذه النوبات المزاجية العصبية بتقل من حيث الحدة أو التكرار في عمر أربع سنين أو خمس سنين طيب نرجع بقى لأصل الحكاية وتفسيرها عشان نقدر يعني مع بعض نوصل لمرحلة الوقاية والحلول زي ما متعودين دايما في أي موضوع في الوقت اللي بتكوني فيه مجغولة بوضع قواعد وأنظمة علشان تنسقي حياة طفلك يعمل إيه وما يعملش إيه يروح فين وما يروحش فين جوة البيت يعني يمسك إيه وما يمسكش إيه قواعد انت مجغولة بتحطي له نظام طفلك برضو بيكون مجغول في الوقت ده بس مجغول بحاجات تانية مجغول في تطوره ومحطات نموه العقلي والجسدي والانفعالي مجغول كمان بتحفيز قدراته ومعرفة حدودها ومجغول كمان بمحاولة السيطرة على تصرفاته ورغباته علشان كده مفيش مفر من حدوث تصادم بينك وبين الطفل من وقت للتاني طيب أول بوادر الصدام ده إمتى؟ أول بوادر الصدام ده بيحصل في نهاية السنة الأولى في نهاية عامه الأول واللي بيكون في صورة رفضه لبعض الحاجات اللي بتطلبيها منه طفل بيرفض الرفض ده مش بس بيكون في صورة انه يهز راسه بعلامة لأة مثلا أطفال ممكن ما تعرفش الحكاية دي حتى يعني ما يكونه تمه سنة ما يعرفوش يعمله كده ما يعرفوش ان دي معناها لأ عمال الرفض بيكون ايه؟ ممكن طفل يعبر عن رفضه اللي بتقوليه في شكل تجاهل طلبك يعني تقوليه مثلا ايه؟ مطروحش ناحية الحاجة الفلانية ولا كأنك قلت حاجة هو رفض يعني هو دي طريقته في إبداء الرفض يبقى انه يتجاهل طلبك أو كلامك من الأساس ده شكل من أشكال الرفض أو انه يقول لأ وزي ما أنا قلت زي مثلا ما تروحش ناحية الشيء ده ده أشهر مثلا عشان حضراتكم تفهموه فتلاقوه يبصلك كده مثلا ويكمل زحف أو الحركة يعني إذا كان ابتدأ يتحرك وما تسند كده على الكرسي ولا حاجة ولا كأنك قلت حاجة يعني بيروح ناحية الشيء ده عادي جدا وكأنه ما سمعش طبعا مع مرور الوقت ممكن الطفل يصاعد شكل احتجاجاته فتاخد بقى أشكال مختلفة غير التجاهل ممكن يعمل ايه؟ يسرخ أو يرمي نفسه على الأرض أو يتقلب على الأرض أو يجز على سنانه أو يشوت حاجة قدامه بإيده أو برجله أو لو مثلا في بقت تينا ولا حاجة يروح رميها وغير كده من التصرفات ومع تأكيدي الكامل أنا بأكده على صعوبة إنكم تتحملوا التصرفات دي وإنكم تحافظوا على هدوء أعصابكم إلى أني لازم أقول لكم برضو إن تصرفات الأطفال بالطريقة دي وهم في العمر ده تصرفات طبيعية من وجهة نظرهم لأن ده هو الأسلوب الطبيعي بالنسبة لهم للتعامل مع النزاعات في العمر ده أنا عايزكم تبصوا للموضوع من الزاوية دي الزاوية اللي أنا هقولها دي طفلك في العمر ده اللي قلنا من بعد ما يتم عامه الأول بيكون متمحور حوالي نفسه يعني شايف نفسه مركز الكون أولوياته هي نفسه وكل الأطفال كده على فكرة يعني ما نقولش بقى ده أناني ده لا 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 ده مش مقدر إن أنا لسه من الضفة ده مش مقدر إن أنا لسه كنت بلعبه ولا حاجة خيره هو شايف نفسه مركز الكون مش طفل حضرتك بس ده احنا بنقول كل الأطفال أهم حاجة عنده إيه؟ نفسه ورغباته وتطوير قدراته وإذا صادف إنه هو في الطريق لتحقيق الأهداف دي عمل حاجة حلوة بالنسبة لكم أو خلتكم مبسوطين فده مكسب إضافي لكنه بالنسبة للطفل مش المكسب الحقيقي يعني يا فوق البيعة كده إنتوا اتبسطتوا بالأنا عملته ده تمام اتبسطتوا لما أنا روحت من هنا إلى هنا اتبسطتوا لما أنا عرفت أطول حاجة وأمسكها اتبسطتوا لما أنا مثلا لعبة لها غطفة اتبسطتوا لما أنا فكيت الغطف من اللعبة حلوة قوي بس ده مش الهدف بالنسبة له ده يعني زي ما أنتوا بتقوله اتبسطتوا قلتوا برافو بتاع حلو هو اتبسط بس مش ده الهدف بالنسبة له مش ده التارجت يعني والدليل على كده إنه رغبته في الاستقلال عنك كأم وعنك طبعا كأب بتزيد بمعدل أكبر يعني بمعدل أكبر بكتير من معرفته بقدراته الحقيقية يعني مثلا وانت شايله انت شايله بيبعايز ينزل يسحف لو بتأكليه بيبعايز هو ياخد المعلقة ويأكل هو نفسه حتى لو وقع في الأرض لو ماسك لعبة يعني أو لو انت لو ماسك لعبة وبتحاولي تشرحيه وهي بتشتغل إزاي هتلاقيه مش صابر هتلاقيه هو بياخدها منك وبيمدي إيده وعايز هو اللي يمسكها وهو اللي يفتحها أو هو اللي يكتشف اللعبة بنفسه وغير كده طبعا من الأمثلة اللي حضراتكم عايشين فيها ليل ونهار طيب يبقى ده أول محور عند الطفل إيه هو إنه مؤمن تماما بإنه يقدر يعمل كل حاجة وطبعا ده مش حقيقي بس هو بالنسباله هو حاسس إنه يقدر يعمل كل حاجة تاني محور إنه عايز يستقلب تصرفاته عنكم وثالث محور إنه شايفكم كل يوم إنتي وبابا وجدته وخلته وعمته بتشجعوه وبتقولوله إنه شاطر وكبير وقوي وكل ما يعمل حاجة حلوة بتشجعوه خلاص طب ما ده بيأكد بقى إنه هو قادر هو إنه يعمل كل حاجة مش معنى كده إنه إحنا ما نقولوش أنا بقولوكوا فهم الطفل المحاور التلاتة دي هتخليه من وقت للتاني متلاهف قوي إنه يعمل شيء معين بغض النظر عن عدم معرفته أو فهمه إذا كان الشيء ده ينفع هو يعمله من الأساس أو لا أو ينفع يعمله لوحده ولا لا ويفاجأ الطفل إن حضرتك أو حضرتك كأب دخلتم على الخط فجأة وقررته إيقاف الخطوة دي هو لسه مش عارف ومش فاهم سبب المنع أو الرفض ولغويا لسه مش قادر يسأل أو حتى يعبر عن انزعاجه من تدخلكم يبقى ما فيش قدامه غير إيه؟ غير التعبير بطريقة من الطرق اللي قلناها من شوية العياط والسريخ واللعادة على الأرض وإنه يجز على سنانه يتقلب على الأرض كل بقى الأشكال اللي أنتوا حفظينها دي على فكرة في أطفال يعني قليلين صعيب بس في أطفال بتكون هدية في ردود أفعالها يعني بيكتفوا بس إن هم يكشروا أو يعني يبوزوا كده خلاص يعني أو يبعد عنكم وطبعا النوع ده من الأطفال نسبته أقل بكتير جدا جدا يعني من الأطفال اللي ردهم بيكون قوي وحاسم في كل الأحوال خليكي دايما فكرة الكلام ده وفكري نفسك به وهو إن حدوث نوبات المزاج العصبية هي أكيد مش حاجة حلوة ولا حاجة كويسة لكن برضو الأكيد إنها مش حاجة وحشة وإن حدوثها ملوش علاقة بمهارتكم أو قدرتكم كأم وأب وإن طفلكم أو طفلتكم مش قصدين يديقوكم ولا إن هم يخزلكم يعني يخزلكم يعني من الخذلان يعني إن هم يخيبوا أملكم يعني لكن هم ببساطة بيمروا بمرحلة طبيعية من مراحل نموهم والمؤكد إن المرحلة دي هتمر وهتنتهي حتى لو ما انتهتش بالسرعة اللي أنتو بتتمنوها أو اللي أنتو معايزينها تمام؟ يبقى عرفنا دلوقتي إنه نوبات المزاج العصبية حاجة طبيعية إنها تحصل عرفنا إن هي بتحصل يعني بشكل كبير قوي ما بين السنة التانية والسنة التالتة وإذا أحسننا التعامل معاها هتقل الحدة بتاعة نوبات المزاج العصبية مش هتختفي هتقل وهت يعني هتقل من حيث الحدة ومن حيث مرات الحدوث في السنة الرابعة والخمسة يعني كل ما نتصرف صح زي ما هتعرفوا دلوقتي في المرحلة اللي هي من السنة التانية للسنة التالتة كل ما نتصرف معا حلو كل ما قلت النوبات دي نوبات المزاج العصبية دي لما يبقى عنده أربع سنين أو خمس سنين وقلنا أن نوبات المزاج العصبية دي ملهاش جزور داخل الطفل يعني ملهاش علاقة بأنه هو هيطلع عصبي ولا هيطلع عينه دي خالص هو كل ما في الأمر أنه بيمر بمرحلة طبيعية واتكلمنا عن محاورها التلاتة هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل موضوعنا مع حضراتكم يحكى أنا ما زال متواصل خليكم معا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقة النهاردة بفكر حضراتكم بوسائل التواصل مع البرنامج واللي بتكون موجودة طول الوقت بعتولنا طول الوقت اللي انتو عايزينه سواء أسئلة أو تعليقات وبفكر حضراتكم برضو بأن احنا فتحنا في بداية هذه الحلقة موضوع اسمه نوبات المزاج العصبية عند الأطفال وقلنا ان هي بتاخد مسميات مختلفة عند حضراتكم انكم تقولوا ابني بيسرخ على طول ابني عصبي ابني ما بيسمعش الكلام ابني لما بيعوز حاجة بيفضل مصر عليها بعند ولما بنعملهاش بيعود يتمرمك في الأرض وهكذا اتكلمنا مع حضراتكم في الجزء الأول من الحلقة عن تفسير أو سبب حدوث نوبات المزاج العصبية عند الأطفال وأكدنا لحضراتكم على أكثر من نقطة في غاية الأهمية زي ان حدوث النوبات دي أمر طبيعي وغالبا بيحصل لكل الأطفال شوفوا نعمل أقولها كم مرة وزي ان حدوث نوبات المزاج العصبية دي هي جزء من رحلة تطور الطفل من بعد نهاية عامل أول وقلنا كمان ان التعامل الصحيح معاها بين السنة الثانية والثالثة بيزود فرص اختفاءها أو قلت يعني حدتها شوية بين عمر أربع سنين وخمس سنين وأخيرا ده كان في نهاية الجزء الأول نبهنا حضراتكم ان حدوث النوبات المزاج العصبية عند الأطفال ملوش أي علاقة بجودة تربية لأطفالكم يعني جودة التربية لأطفالكم ولا بكفائتكم كأمهات وآباء هنكمل مع حضراتكم دلوقتي وأنا عارف ان انتم مستعجلين عايزين توصلوا للجزء الخاص بإيه كيفية التعامل طيب نعمل إيه بقى في الحالات اللي زي دي لكن معلش استحملوني شوية لأننا عشان نوصل لجزء الوقاية وكيفية التعامل لازم زي ما عملنا كده نشرح بشكل كامل كل الجوانب المتعلقة بالسلوك ده يعني من وجهة نظر الطفل هو بيعمل كده ليه لما تفهموا هو بيعمل كده ليه انتم هتتفهموه انتم يعني انتم مش بس هتفهموا هتتفهموا بقى سلوكه وبالتالي رد فعلكه هيكون أطيب وهيكون جيد وهيكون ممتاز طيب قاعدة جديدة عايزين نتفق عليها عشان نقدر نترجم لغة الطفل في تعبيره عن نفسه في النوع ده من المواقف اهي لغة هي هنتعلمها دلوقتي القاعدة دي بتقول ايه ان الطفل لما يقول لقى واحنا اتفقنا ان لقى دي مش بالحروف لكن بحركة الراس اللي بتشير للكلمة دي اذا كان بيعرف يعملها او بتجاهل الطلب اللي بنطلبه منه زي ما قلنا في الجزء الاول او يعني بأشكال تانية يبقى لقى عند الطفل هي تعبير الاشكال اللي هي انه يسرخ وشعر هي تعبير من الطفل يعني الطفل ده بيقول لنا انه محتاج لبعض الاستقلالية يعني يا ماما ويا بابا انا عايز اعمل الشيء ده الوحدي وبغض النظر زي ما اتفقنا هل الشيء ده ينفع الطفل يعمله لوحده ولا لأ هو من وجهة نظره شايف وحاسس انه يقدر يعمله تمام طيب اما النوبات المزاج العصبية بقى عند الطفل معناها ايه يعني لما تحصل بقى انه هو يعني احنا اصرينا وما فهمناش الرسالة اللي هو ابعتها لنا بكلمة لقى انا انا مش موافق على تدخلكم مش موافق انكم تمنعوني مش موافق انكم تنهل الخطوة اللي انا عايز اعملها فيقوم دي معناها لقى بس يدخل بقى في نوبة المزاج العصبية او بمعنى ادق بيدخل في مرحلة الاحباط فهمتوا الفرق يعني لقى معناها ايه انا عايز اعمل حاجة انما نوبة المزاج العصبية نفسها معناها اني خلاصة منعت ان يعمل الحاجة هلا هو فيه فرق طبعا الفرق ده له علاقة بطرق الوقاية وطرق التعامل زي ما هتعرفه حالا دلوقتي وبالتالي اذا احنا اتعاملنا مع الطفل بطريقة متسرعة ممكن احنا اللي ننقله من مرحلة لقى لمرحلة الاحباط يعني من مرحلة الناهي عن فعل شيء واندخلوا احنا بأدينا كده بتصرفنا لمرحلة الاحباط وبالتالي في نوبة مزاج عصبي الاطفال يا جماعة عندهم مهارات بس لسه ما عندهمش معرفة بتعليمات الامان او السلامة عندهم قدرة على اتخاذ قرارات لكن لسه ما عندهمش القدرة على عقد صفقات او تسويات عندهم حماس الفعل لكن ما عندهمش خبرة التعامل مع خيبة الامل او ضبط النفس ولانهم لسه مش عارفين يعبروا عن نفسهم او مشاعرهم بالكلام زي ما قلنا فبيعوضوا ده بطريقة تانية بيعوضوا بالعياط او الانسحاب من الموقف او حتى الدخول في نوبة مزاج عصبي ومرة جديدة هرجع اكد لحضراتكم ان نوبات المزاج العصبية دي رغم ازعجها الى انها مش خطيرة طيب يا ترى ايه بقى اول طرق الوقاية من نوبات المزاج العصبية عند الاطفال اول هذه الطرق هي التنبؤ ايوه حضرتك بخبرتك مع طفلك تقدر يتحددي بعض الاوقات اللي الطفل بيكون داخل على ديء او داخل على اريفة عايزين مثال قبل النوم مثلا كتير قوي قوي من الاطفال بيدخلوا في حالة اريفة كده قبل النوم خصوصا النوم اللي هو بتاع بالليل وتلاقي الام يعني بتعرف على طول وتقول خلاص دي اريفة النوم هو اصله قرب ينام فهو ام اريف كده والامهات الشطرة تلاقيهم متفهمين لطفلهم في الوقت ده ويبتدوا يطبطبوا عليه ويحضنوه وهو ده الصح على فكرة مش ان احنا نقعد نسأل الطفل انت متداق من ايه لانه هو في الوقت ده مبقاش عارف اصلا هو متداق من ايه فاهمين قصدي خلاص خلصنا المثل ده كل الامهات عارفينه بيتهايقلي نرجع بقى لنوبات المزاج العصبية ورغم ان العلامات اللي تسبق حدوثها ممكن تختلف من طفل للتاني الى ان فيه علامات اساسية عند معظم الاطفال الله يبقى هنا التنبؤ بقى لما شوف العلامات دي كأم او كأب يعني اعرف ان الطفل داخل على نوبة مزاج عصبية تمام؟ نوبة مزاج عصبية تقريبا لما بنشوف بقى العلامات دي او بنشوف حاجة منها نتوقع على طول ان النوبات المزاجية العصبية دي هتحصل زي ايه بقى العلامات دي زي ان الطفل يبانوا انه مكشر هو كده لللفل اللاج قاعد كده ابتدى يكشر كده من غير سبب حتى لو قاعد يلعب او قاعد يتفرج على تلفزيون او قاعد بصص لنا تلوه فجأة مكشر دي علامة من العلامات او انه يزعل اسرع من المعتاد يعني ياخد على خطره كده اسرع من المعتاد وما يستجبش لما نبتدي نلعبه او نلطف معاه يعني او حتى نحاول ندحكه ولما يبتدي يخبط او يرزع لعبه على شيء معين يعني مثلا لو نفترض انه قاعد على الارض مثلا قاعد على سجادة ولا بتاع او جايبين له احنا اللعب وحطنا في صندوق او في جردل او حاجة كده الحاجات البلاستيك دي تمام تبص ليه ومسك اللعب وعمال يرزعها يرزعها في الصندوق يرزعها على الارض يرزعها على الكنبة يرزعها على الكرسي يعني لو قاعد على الكنبة او كرسي وهكذا دول تلات علامات اساسية احنا قلناهم هو يبقى انه هو يبقى انه مكشر من غير سبب كده يزعل اسرع وما يستجبش لما نحاول ندحكه او نلطف معاه او نلعبه او كده ويبتدي يرزع في الحاجات اللي هو يعني حتى لو مش مسك لعبه او حاجة يبتدي يرزع ايده كده على الكنبة او على الكرسي او علينا واحنا شايلينه كده يقعد يعمل كده واحنا نقعد نقول بقى ايه لا هو مال وهو احنا هو بيضربنا لا هي دي علامات اساسية يبقى لما نلاحظ حاجة من العلامات دول حاجة او اكتر يعني هما التلاتة دول نبتدي نتوقع بعدها انه هيطلب او هيبدأ يعمل شيء معين الحكاية مش هتخلص كده بقى هيعمل اوه خلاص هيعمل حاجة يعني مش مسموحة من وجهة نظرنا يعني من وجهة نظره هي مسموحة واذا بدأت عملية ايقافه او منعه طبعا في حالة ان الحاجة دي عايز يعملها يعني ما تنفعش انه يعملها اصلا هتلاقوه بتدى يصر على فعل الشيء ده يعني رايح مثلا ناحية حاجة عايز يمسك حاجة من الحاجات بتاعتنا عايز يمسك حاجة ريموت كنترول مثلا بتاعت التلفزيون عايز يمسك نظارة بابا خلاص هو عايز يمسكها بيه هو ناقوه خلاص شفنا العلامات هو ناوي بقى يعمل حاجة خلاص لما نمنعه بقى هيبدأ البكاء بعد كده هيشتدي اقاع البكاء بعد كده ممكن يبدأ موجة غضب او زي ما خلاص اتفقنا على اسمها نوبة مزاج عصبي في شكل ايه بقى صريخ انه يرمي نفسه على الارض او يتقلب على الارض او يجز على سنانه او يشوت حاجة قدامه بايده او برجله وطبعا ممكن يعمل اكتر من حاجة من دول يعني مش هيعمل حاجة واحدة للأسف بعض الاطفال ودول نسبة قليلة بيمسكوا تنفسهم يعني تلاقوه فيه ناس كده هتلاقوه فيه اسئلة حتى بتتباعتلي يقولوا ايه ده لما بيبقى يدخل في الحالة دي تلاقوه زي ما كون مش عارف يتنفس او يعني بيكتم نفسه يبقى بسس كده واكنه ما بيقودش نفسه لدرجة ان فيه اطفال لونهم بيبتدي يزرق لكن بطمنكم ان هما بيرجعوا بسرعة لحالة التنفس الطبيعي يعني هما بيبقى زي بالزبط اما واحد كده كده كبير نقول له امسك تنفسك فيمسك تنفسك شوية وعين ما يقدرش واخدين بالكم فيعني ايه مش معنى كده انه كده تسيبوهم بس اصدي ما تقلقوش هو الاطفال ليس لديها قدرة او الانسان ليس لديه قدرة على كتم نفسه او ايقاف تنفسه فترة طويلة تمام بس انا بقول لك عشان لما تحصل ما تقولوش انتو دمخك وما تروحش في حتة تانية يعني تمام طيب المفروض نعمل ايه سواء لما نلاحظ العلامات اللي بتسبق حدوث نوبة المزاج العصبي او اذا حصلت فعلا لما تلاحظي العلامات بتعملي ايه ابدأي فورا بالاتصال البصري معاه من خلال النظرة المباشرة في العين يعني لما تلاقوا حاجة من العلامات التلاتة دي يبتدي بصيله في عينه بس بصيله في عينه مش اللي هو بصات الرعب يا يعني بصيله بس بنسميه احنا eye to eye contact بصة مباشرة او نظرة مباشرة من عينك في عينه تمام الحركة دي اهميتها انها بتجزب انتباه الطفل وبتسحب منه جزء من طاقة الغضب اللي كان ناوي يستخدمها يعني لما تلاقيه بتبصيله كده انا بكرر اهو بصوله بصات عادية مش بصات مثلا ان هو ابتسامة ولا بصات ان هو تخويف بصيله بس كده وكأنك انت بتسألي وانت بتعمل كده ليه او انت ناوي تعمل ايه البصة دي في حد ذاتها بتاخد جزء من الطاقة اللي كان ناوي يستخدمها في نوبة الغضب او نوبة المزاج العصبي طيب بعد النظرات المباشرة واللي هتستغرق ثواني هتلجأي الحيلة تانية الطريقة التانية بقى في التعامل الطريقة التانية برضو مطلوب منها او الغرض منها سحب مزيد من طاقة الغضب عن طريق ما يعرف بسؤال الالهاء ايه هو سؤال الالهاء ده عبر عن سؤال عادي جدا لكن اجابته هتحتاج لبعض التركيز من الطفل اقول لكم امثلا يعني وانت خلاص انت لاحزت يا اقول حاجة من العلامات التلاتة يعني حاجة او اكتر منهم يبتدي بصيله في عينه دي اول مرحلة ثواني كده وبعدين اسألي سؤال اقول لكم مثلا ايه ده هو جرز الباب درب او احنا سيبنا المياه مفتوحة سؤال ملوش علاقة في حاجة خالص طرح النوع ده من الاسئلة مع اكمال الحيلة بقى انه اسناء ما الطفل بيفكر في الاجابة انك تروحي ناحية باب الشقة مثلا وكأنك بتتأكدي ان ما فيش حد بيضرب الجرز او انك تروحي الحمام تتأكدي ان حنفية المياه مقفولة الممثلة يعني اللي انا قلتها هذه التصرفات البسيطة عشان كي اسمها سؤال الالهاء انتي بتلهيه بتلهيه عن اللي هو كالنوي يعمله هذه التصرفات البسيطة كفيلة انها تلخبط ما يعرف بالبناء التراكمي اللي الطفل كان بيجهزه عشان يبدأ البكاء ثم نوبة المزاج العصبي بتلخبط له البنى اللي هو بيبنيه بس طبعا انا بحذركم من سؤال محدد عشان انا عارف ان بعض الناس ممكن يقعوا في الفرق ده ايه هو احنا قلنا سؤال الالهاء ده سألي على اي حاجة بس في حاجة ممنوع تسألي عليها اللي ايه ما تقوليش هو الموبايل بيرن مثلا الموبايل بالذات الطفل هيشبط فيه يعني انتي كده زي ما كون بتقوليله اشبط وسرخ فانسوا الموبايل يعني خلاص اسألوا اي حاجة هو ايه ده هو هو بابا صحي او هو هو الجرس الباب درب زي ما يقول او هي الحنفية الحنفية المية نزلة من الحنفية ما قفلناش حرفية او ايه السود ده او هي اللمبة بتعمل سوق اي سؤال بس بلاش الموبايل يعني طيب هل دي يعني هل دي فقط هي الطريقة اللي نتجنب بيها كل ده بنتجنب اللي هو المرحلة اللي هي المرحلة اللي هو ايه ان احنا بنقوله لأ هل دي الطريقة الوحيدة اللي نتجنب بيها اللي ممكن نعملها قبل نوبة المزاج العصبي الاجابة لأ في طريقة تانية هنقولها بس في الجزء التالت والاخير من حلقتنا بقى النهاردة وكمان هنقول نعمل ايه اذا فشلت المحاولات دي ودخل الطفل فعلا في نوبة مزاج عصبي ما هو مش لازم لما احنا نعمل حاجة يحصل نتيجة ممكن تحصل نتيجة والدنيا تمشي كويس لكن ماذا لو بقى ما استجابش وقرر انه يكمل يا ترى المفروض نتصرف ازاي في الحالة دي هنطلع دلوقتي للفاصل ونرجع نكمل يحكى انه مازال متواصل خليكم معنا موسيقى ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى انه وبفكر حضراتكم ان موضوعنا النهاردة عن نوبات المزاج العصبية عند الاطفال وهو التاني اكتر موضوع حضراتكم منشغلين به او بتسألوني فيه دايما وفكركم بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ارجعوا لكل اللي احنا قلناه سواء في الحلقة دي او في الحلقات السابقة هتلاقوا يعني اي معلومة انتو فاتت منكو او اللي انضموا للمشاهدة دلوقتي هيقدروا انهم يتابعون ختمنا كلامنا في الجزء السابق وقلنا الطريقة اللي نقدر نستبق بيها دخول الطفل في نوبة من العصبية وقلنا ان الطريقة دي هي الاتصال البصري بالنظرة العين المباشرة ثم سؤال الالهاء فيه طريقة تانية وهي طريقة اسمها توجيه الطاقة الطريقة دي بتعتمد على توجيه الطفل بشكل سريع الى احد انواع الانشطة اللي احنا عارفين ان الطفل هيهتم بيها فهمتوا قصدي؟ يعني خلاص لحزنا العلامات اللي بتقول ان العلامات دي مقدمة انه هيعمل حاجة والحاجة دي مش هتنفع ان احنا نسيبه يعملها فبالتالي لما نمنعه هيدخل في نوبة غضب او نوبة مزاك عصبي تمام كده؟ طيب قلنا الطريقتين الاتصال البشري الاتصال البصري وبعدين قلنا سؤال الالهاء توجيه الطاقة ايه بقى؟ ان احنا نشغل الطفل في نشاط حاجة يهتم بيها ولازم نكون جاهزين باكتر من بديل يعني في دماغنا على طوله محضرين نفسنا عشان لو الطفل رفض نوع النشاط اللي احنا عايزين نوجهه نحيته يكون فيه اختيارات تانية في نفس اللحظة زي ايه؟ زي مثلا انه هو ابتدى يعمل حاجات دي فاحنا عارفين انه هو لما بنيديله حاجة مثلا جديدة في كيس مثلا وحاجة دي مش مضرة يعني مثلا شراب جديد انا بقول لكم مثلا يعني عملي جد خلاص جايبين شراب جديد مثلا فبيبقى في نيلون كده بتاع بلاستيك كده خلاص فايه ده هو بتقفل لقيه ان هو سابل سابل اللي هو كان عايز يعمله وابتدى ينشغل بالموضوع طب ما استجابش لازه بيبقى عندي بديل حاجة لعبة حاجة انه هو طب يلا بينا مش عارف نعمل ايه طب يلا نشاط ما انا كأم او كأب عارف ان الانشطة دي عندي لستة كده في دماغي ان الانشطة دي الطفل بيحب يعملها عشان لو رفض الاولان يندخل في التاني لو دخل رفض التاني يدخل في التالت واها كده وسعوا وفقوا يعني وسعوا صدركم كده ما تبقوش ما تقفشوش زي زي الاطفال الاطفال بيعملوا كده عشان عندهم سنة وعندهم سنتين ما تبقوش انتوا بقى انتوا كبار وعندكم خبرة فتقدروا انتوا توصلوا لحلول طيب اذا ما حصلش استجابة ودخل بقى الطفل فعلا في نوبة من المزاج العصبي واحنا قلنا ان ده وارد يعني مش عشان تعملي الجزء الاول من الحل انه خلاص الموضوع تمنع لا وارد انك تنجحي وارد ان ما يحصلش نجاح او وارد انت كأب بتعمل خطوة وما يحصلش نتيجة المفروض طب نعمل ايه بقى لو دخل فعلا في نوبة مزاج عصبي اول واهم حاجة المحافظة على الهدوء هدوءك انت كأمة او هدوءك كأب دي ما تفتكروش ان ده كلام مثالي ولا كلام دبلوماسي اذا انفجر غضبك انت كأم طفلك هيقلدك اذا سرختي فيه هيرجع هو يسرخ فيك حتى لو سكت دقيقة او لدقايق يعني ممكن يسكت كده شوية وهييروح هو بقى اللي مسرخ فيك لازم تكوني مقتنعة انه لا يمكن تفادي كل نوبة من نوبات المزاج العصبية بمعنى ايه بمعنى انك هتنجحي في مرات هتطبقي اللي انا بقوله ده هتنجحي في مرات بس برضو هتفشلي في مرات طيب بعد الهدوء والاقتناع نعمل ايه يعني انا خلاص هدية ومقتنعة ان في مرات هنجح فيها ومرات مش هنجح فيها اعمل ايه بقى تاني حسيتي ان الامور هتخرج عن السيطرة خلاص بقى انه داخل بقى وخلاص وهيبتدي بقى يسرخ وهيبتدي يعمل الشكل من الاشكال اللي قولنا عليه هنلجأ لحيلة غريبة جدا او حل غريب جدا اسمها الهزار ايوه الهزار زي ما سمعته كده حولي سبب انزعاج طفلك لموقف كوميدي وعلى فكرة ده مش استهزاء بمشاعر الطفل ولا افكاره لكن الضحك والهزار بيكون لهم اثر فعال جدا في كسر حالة ما يعرف بذروة الغضب عند الطفل هزار هزاري هزاري اتحكي اعملي اصوات اعملي شكل احطي حاجة انا مش هقول لكم بقى تهزاره ازاي مع الطفل اعملي حاجة هزاري كده بطريقة انتي لما كنت بتعمليها معا في الفترات السابقة الهادية كان بيدحك وكان بيدبست ومرة تانية استغراب الطفل من رد فعلك غير المتوقع اللي هو احنا هنا الهزار بقى بيسحب من رصيد طاقة الغضب اللي جواه وبالتالي بتقل حدته يعني ممكن ما يختفيش بس الحد اللي كان هيبقى فيها بتهبط شوي ده فيه احيانا الاطفال عشان كده حتى مصطلح برائط الاطفال ده مصطلح حقيق تبوس لقى الطفل هو بيعيط ويسرخ وانت حضرتك كابا واما عملته حاجة داحت تبوس لقى دحك وسط ما هو بيسرخ يعني دحك كده وان رجع تاني بس هما يرجع تلاقى احدى شوي هو انفعالاته بيستجيب للي بيحسه على طول ما بيرتبش ما بيقولش وانا لو دحكت بقى هما كده هيفهموا ان انا مش جد في الطلب بتاع لا 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 هو بريء هتلاقيه وبيعيط وانفجأة حصل حاجة تدحك وتلاقيه بيتحك اذا استمر الطفل طيب على حالته نعمل ايه سيبي المكان اللي فيه الطفل انا كل ده بأتكلم على البيت يعني مش تسيبي البيت يعني انا كل ده بأتكلم على لان الموقف حصل جواه البيت يعني انتوا مثلا في ريسابشن او سيبي المكان روح يقضي او انتوا في قضته خروجي بر تأكدي انه هيعمل حاجة من اتنين لما ما يلاقيكيش قدامه هيعمل حاجة من اتنين في الحالة دي اما انه هيفضل على حالته من هالغضب لكنها هتقل تدريجيا خلال دقايق او انه هيروح وراكي للمكان اللي انت روحتي فيه وبرضه هنا هيكون عندك فرصتين اذا كان سكت بتبطبي عليه وتحضنيه اذا استمر يعني استمر في السريخ بتاع وعياته سيبي المكان للمرة التانية وهكذا تقعدوا كده تلفوا ورا بعض على فكرة ده كلام والله العظيم ده خلاصة كتب يعني اللي انا بقول لكم فيه ده خلاص يعني المعلومات دي الخاصة بالتعاون مع سلوك الاطفال الترجمة بقى العملية بتاعتها هو اللي انا بقول لحضراتكم عليه ده تمام معلومة تانية مهمة او ان حضراتكم تعرفوها وهي ان نوبات المزاج العصبية بتحصل في حضور الوالدين الام والاب ودي النسبة الاكبر بتحصل بنسبة اقل شوية في وجود الوالدين وافراد من العيلة جدة خالة خال عم عم وهكذا وقلال اقوي انها تحصل في وجود اغراب خلوا بالكم الحكاية دي يعني لما تلاو عندكم ضيوف والطفل مش واخد عليهم او او ما يعرفهمش غالبا الطفل عمره ما يعمل نوبة مزاج عصبي خلاص بيبقى كوي وحتى انتم ممكن بقى فيه ناس بقى تقعد التاريق على الحكاية دي مع اطفالها يعني على اطفال يعني بقيت مؤدب دلوقتي وانت كويس وقعد هادية وسبحان الله ده كان مبارح في نفس التوقيت ده كان مجنة ما تقعدوش تقوله كده اعرفوا المعلومة بس مش لازم تقولوها خلاص احنا اتفقنا هقولكوا ليه ده بيحصل احنا اتفقنا ان الطفل بيحاول يختبر مدى او حدود التزامه بالقواعد او الحدود اللي محتوطانه عمره ما هيعمل كده غير مع الاشخاص اللي هو واثق فيهم او بمعنى ادق واثق تماما في محبتهم له وتفهمهم لمشاعره عارف ان هم ما هيستحملوه فهمته قصدي الاغراب دول هو ما عرفهمش يقولك الله طب ما عدر حد منهم زعقلي ولا عمل حاجة وبتاعه ده زكاء من الطفل يعني اللي هو عارفين بقى مصطلح اللي هو ايه ده بيتدلع عليك اللي هو ده ابن ده بيتدلع عليك هتلاقوه ان هو وخصوصا مع الامهات اللي ما تبقى الام يعني حنيينة وطيبة وبتاعه ممكن تلقوه مع الاب مسافة بردو شوية كده بيخلي باله شوية انما مع الام بقى بيجيب اخر الحكاية ده دلالة على الحب على فكرة والله العظيم ده دلالة على الثقة منتهى الثقة فيك منتهى الثقة في حبك له وفهمه لمشاعرك نحيته طيب بعد انتهاء نوبة المزاج العصبية ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل بقى خلاص خلصت يعني حصلت ومعرفناش نمنعها وعيت وزره وبتاع ايه اللي بيحصل بعدها غالبا بعد الحالة دي الطفل بينام بينام شوية حتى لو انت شايله بينام على دراعك او قاعد على كرسي مثلا بتاعه ولا قاعد على كنبة جنبنا هتلاقوه بينام لان هذه الثورة الامفعالية بتستهلك معظم طقته ولما بيصحى بيكون عادة هادي وسلوكه منضبط جدا الا طبعا لقدر الله في احوال معانا لما بيصحى ما بيبقاش كده زي ايه يعني بيصحى برضو متدايق زي لو مريض باي مرض حتى لو نزلت برد زي لو كان فيه توتر عند الناس اللي حواليه يعني البيت نفسه يكون في حالة من التوتر الزائد والمشاكل الواضحة اب وام على طول بيتخنقوا عنده اخوات كبار والام عملت زعق فيهم ولا الاب بيزعق فيهم فاهمين قصدي لا لما بينام باوي قوم تلاقيه برضو مقاريف الطفل في الحالتين دول للأسف بيكون فرص تعرضه لنوبات جديدة من المزاج العصبي اللي هو سواء انه كان عيان لقدر الله او ان البيت يكون متوتر فرص بقى تعرضه لنوبات جديدة من النوبات المزاج العصبي بتكون اكتر بكتير والحقيقة ان زي ما قلت لحضراتكم من شوية اننا مش هنقدر نمنع نوبات الغضب او نوبات المزاج العصبي بشكل كامل لكن نقدر نقلل من مرات حدوثها او من شدتها لما بتحصل ازاي ده يحصل هقول لكم لازم نحاول نمنع او نقلل ظروف الارهاق او القلق او الاحباطات غير الضرورية عن اطفالنا يعني الطفل بيتداي اذا مقدرش يحصل على فترات كافية من الهدوء خلاص فاحنا يعني في الاول لازم نمنع القلق والتوتو يعني نخلي الجو العام في البيت كده هادي فاهمين قصدي ده دي حاجة تساعد الحاجة التانية ان الطفل ياخد فترات من الراحة وبالتحديد لما يكون عيان او قلقان او بيبزل نشاط اكبر من تعوده ضروري يا جماعة ان الطفل يستلقي لمدة من 15 ل 20 دقيقة على الاقل خلال اليوم حتى لو ما نمش في الفترات القصيرة دي يعني تعودوا كده انتوا ساكتين خالص كده جمع خديه في حضنك كده طب طبعي عليه وعودوا ساكتين هتلاقيه هو يستجبلك بس طبعا في الوقت اللي انتوا الاتنين ترضوا فيه يعني ما تبقيش انت قررتي ده وهو بيلعب مسا فهو مش هيسيب اللعب انما فيه اوقات كده استشعر انت الاوقات دي هتشيليه كده وخصوصا بعد فترات كده بعد 3 ا4 ساعات من المجهود عمال يبزي المجهود ويروح ويجي ويصحف او بيتعلم الماشي او مش عارف خديش ليه كده بقولك ربع ساعة او تلت ساعة ممكن في الوقت ده انت كمان تفرغي نفسك زي ما بقوله تخديه انت كمان كده زي ما بقولك في حضنك واتكلميه بصوت هادي واتكلميه في موضوع يكون هو عارفه او بيعمله يعني زي لعبة معينة مسا ايه ده انت وديت الزرافة دي فين انت بتعرف تدوس على الزرافة دي لما بتدوس عليها كده بتطلع صوت او بتطلع نور اللعبة يعني مسا او ايه ده العربية دي كزا او ايه ده احنا انت شفتني لما كنت بعملك الاكل دلوقتي انا عملته زي اي كلام بس بنبرة هادية وعن موضوع هو عارفه او هو قادر يكون يعني يكون فكرة ما عنه مش لازم حتى فكرة كاملة تمام اشرحيله زي ما بقوله اشرحيله هتعمليه للاكل بتاعه ازاي احكيله قصة قصة قصيرة كده خلق يعني اي امثلة يعني المهم ان انتو خدي فترة الهدوء دي مش لازم تتكلمي فيها يعني بس قصدي ايه الصوت الهادي ده بيساعد على الاسترخاء عند الاطفال في العمر ده فترات الراحة دي بتكون مفيدة جدا للطفل وطبعا ليكي انتي كمان كام من وسائل المساعدة الفعالة برضو وضع حدود مناسبة ومعتدلة فيما يتعلق بسلوك الطفل يعني تحديد اللي مسموح في اللعب او الاكتشاف يعني بس من غير ما نبقى متشددين او نبالغ في المنع وطبيعي انك كام او كاب يعني تتقبلوا فكرة ان الطفل هيعترض على بعض القواعد دي طبيعي وطبيعي انه هيعمل كده يعني طبيعي انه يعترض وطبيعي انه هو يعني انه يعترض ده طبيعي المهم السبات على القواعد فيما يتعلق بالثوابت الاساسية زي ايه زي عامل الامان مثلا ما يمسكش حاجة ممكن تجرحه تتعوره ما يروحش ناحية مثلا مصدر كهرباء ما يمدش ايده على حاجة عايز يطولها والحاجة دي لقدره لا ممكن تطقع عليه فاهمين عوامل الامان لازم ما فيهاش نقاش انما نوسع بقى دايرة شوية المسموحات يعني فاهمة قصدي عايز يمسك معاك حاجة من اللي انت بتعمليها فيه الهدوم في البتاع عادي مفيش مشكلة وانت بترتبي حاجة هيبقى زي ما كونه هو عايز يساعدك يعني طبعا اذا كان في حد بيرعى الطفل في اوقات معينة فعدم وجودك يعني جدة مثلا او كده فلازم التأكد والاسرار على تنفيذ نفس القواعد دي فيه اثناء غيابك لان الاطفال اسكية قوي الاطفال حتى لو حضرتك كأب لو الام مثلا بتعمل حاجة او مشغولها في حاجة هتلاقوه بيحاول يختبر يحاول يعمل حاجة ماما كان بتقول عليها لا معاك انت كأب فانت لازم تبقى شاطر وتروح ماشي على نفس الموجة ويفاجأ ان انت كمان رفضها فيتأكد كده بشكل عام احنا ممكن نستفيد من نوبات المزاج العصبية دي بعد ما تنتهي بعد ما تخلص يعني لو حصلت لقدر الله يعني وخلاص ما قدرناش نمنعها نقدر نستفيد منها ازاي مثلا اننا نتكلم مع الطفل عنها لما يكون هادي بعد كده مش في وقتها مش بعدها على طول نتكلم معا عن سلوكه في الوقت ده ونوضح له قد ايه السلوك ده كان غريب عليه وعلى طبيعته الحلوة المرحة ايه ده ده انت كنت بتعيط مبارح كده ودي حاجة وحشة جدا احنا احنا عارفينك على طول انت بتضحك وبتضحكنا وبتلعب معانا نكلمه عنها اكيد كمان ممكن نتكلم برضو مع الطفل لما يكون هادي عن عواقب نوبة المزاج العصبية دي اللي هو كان فيها نوضح له اثارها عليه وعلينا زي الالم والديق والمشاعر الوحشة ده انا ماما تضايقت مبارح قوي ممكن الاب هو اللي يقول كده او الام تقول كده عن الاب الطفل مش لازم يحس بالتأنيب وده مش الهدف في الوقت ده لكن صحي وفعال انه يحس بانه كان مصدر للتوتر والازعاج بعكس طبيعته الحلوة المرحة البريئة لان الطفل بيكون عارف ومتأكد من بعد السنة الاولى انه مصدر فرحة وسبب ابتسامة كل المحيطين به هو بيبعارف هو بيبعارف انه اي حاجة بيعملها لما يطلع صوت كده هنلاقيه انه كلنا بنتحك ونشجعه فلما نوضح له الفرق ده بيعمل جواه نوع من انواع التراكم الايجابي وبنخليه حاول عدم تكرار المواقف السيئة اللي هو كان السبب فيها للأسف وقت حلقتنا خلاص يعني بينتهي لكن لسه فيه كلام كتير جدا جدا ومهم في نفس الموضوع عشان كده انا قلتلكم في اول الحلقة ان احنا هنستكمل الكلام في الحلقة الجاية طب هنتكلم الحلقة الجاية عن ايه هنتكلم عن مفهوم الانضباط عند الطفل يعني انضباط هنكمل بقى البروفايل او هنكمل الملف ده وهل تفكيرنا في العقاب لما تحصل نوبات المزاج العصبية ده تفكير صح ولا لا والمفروض نعمل ايه لو حصل الموقف ده من الطفل برا البيت احنا كل كلامنا ده كان جوه البيت وهل فيه طرق للوقاية من نوبات المزاج العصبية غير اللي قلناها في حلقة النهاردة وهل فيه مواقف في الموضوع ده تستدعي التواصل مع طبيب الطفل كل الاسئلة دي هنعرف اجابتها ان شاء الله في حلقتنا القادمة السبت الجاي وسائل التواصل خاصة بالبرنامج موجودة ارجعوا لحلقة النهاردة تفرجوا عليها اللي ما تفرجوش عليها علشان هنكمل كلامنا في نفس الموضوع الحلقة الجاية من جوانب اخرى وان شاء الله زي ما قلنا الحلقة بقى اللي بعد الجاية واللي بعدها كمان هيكونوا مخصصين بالكامل لأسئلة حضرتكم هشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع الجاي تحية سلام عليكم